اشتركوا في القناة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشارك في المؤتمر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وسمو رئيس وزراء دولة الكويت ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق وسمو حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة واستهلت عمل المؤتمر بكلمة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية أعرب فيها عن اهتزازه باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وقال أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لعادة التأكيد على دعم جهود العراق في مغصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام السيادته وقد ألقى وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في المؤتمر حيث نقل فيها تحيات جلالة الملك المعظم وتمنيات جلالته للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق والسداد بما يسهمه في خروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تعزز التعاون والشراكة بين الدول المشاركة لما يعود بالخير والنماء على جمهورية العراق وشعبها الشقيق وأكد وزير الخارجية حرص المملكة البحرين على تعزيز التعاون في دعم جمهورية العراق والمحافظة على أمنها واستقرارها واستعادة دورها المحوري كقوة فاعلة في محيطها العربي والإقليمي إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله حريصة دائما على تعزيز التعاون والشراكة الدولية في دعم جمهورية العراق الشقيقة والمحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستعادة دورها المحوري كقوة فاعلة وإيجابية في محيطها العربي والإقليمي والدولي وأننا لعلى يقين تام بأن أمن جمهورية العراق واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الخريجي والعربي وركيزة أساسية للاستقرار والتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي الفاعل في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم إيمانا بما يجمعنا مع هذا البلد الشقيق بتاريخه وحضارته العريقة من قيم أخوية ومصالح مشتركة ووحدة الهدف والمصير وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين دعمها الكامل لجهود العراق بتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار ومواصلة نجاحاته في دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة وعدم السماح بإساءة استغلال أراضيه في تهديد الأمن القومي العربي ورف أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية أو انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه داعينا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة الفاعلة بين جميع دول المنطقة على أساس مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وفقاً للقانون الدولي وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في تسوية الخلافات ونبذل الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية والطائفية اشتركوا في القناة